تركيا ترحل 28500 مهاجر دخلوا البلاد بطرق غير مقانونية منذ مطلع العام الحالي وقالت المصادر ان اغلب الاجانب الذين تم ترحيلهم كانوا يحملون الجنسيات الافغانية والباكستانية وقالت مصادر ايضا في ادارة الهجرة التركية ان هذه الخطوة تأتي في اطار مكافحة سلطات البلاد للهجرة غير الشرعية مؤكدة ان اغلب الاجانب الذين تم ترحيلهم كانوا يحملون الجنسيات الافغانية والباكستانية وتراوحت اسباب الترحيل بين دخول غير قانوني وانتهك المد القانوني البقاء في تركيا عقب انتهاء صلاحية التأشيرة وتزوير بعوراق رسمية وانخراط بمعارسات تخالف القانون وتنتهك الامن والاستقرار وفي السياق سجلت السلطات التركية 153 الف حالة دخول غير قانوني للبلاد منذ مطلع العام الجاري وضبطت السلطات 74 الف مهاجر غير نظامي في عموم تركيا منذ مطلع عام 2022 رحلت منهم 28 الف بحسب نفس المصادر وفي وقت سابق مشاهدين كان قد اعلن رئيس التركي رجل طيب اردوغان ان بلاده بصدد التحضير لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري الى بلادهم وسيتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية ولفت اردوغان الى ان نحو 500 الف سوري عادوا الى المناطق الامنة التي وفرتها تركيا منذ بدء عملياتها عام 2016 بحسب وكالة الاناظول شكرا